اهلا بكم احبائي المشاهدين في الحلقة الماضية اكملنا الحديث عن المصطلحات اللوترجية من كلمة قرآن فرقان مصحف صورة وآية أو آثة وأشرنا لتقديس يوم الجمعة أو يوم العروبة وعلاقتها طبعا بالعقيدة المسيحية المتأثرة بالمقدس اليهودي نستمر هذه المرة في هذه الجولة مع خامس أقدم مخطوطة قرآنية بعد المخطوطة البريطانية أوئر 2165 سنعود لهذه المخطوطة بعد تكملة الحديث عن خامس أقدم مخطوطة قرآنية وعلاقتها بالموروط المسيحي اليهودي الذي أشرنا له في الحلقتين 15 و14 وبالضبط مع مخطوطة صنعاء المجموعة الرابعة دي آم عشرين شرطة 33 نقطة واحد وتتكون هذه المخطوطة من 25 رقعة بالخط الكوفي هذه المرة موجودة في دار المخطوطات بصنعاء وتتميز بزخرفة من الشجيرات والأقواس سدل على أنها تعود كما أفادنا الدكتور فون بوتمر وزميله أستاذي جيرود بوين وتعود لعصر الوليد بن عبد الملك في الخلافة الأموية وبالضبط ما بين 710 و 715 فهذه الزخرفة من فسيفساء للشجيرات والأقواس ومباني من الطراز البيزنطي ولم يتوقف فن الزخرفة والرسم والنحت في العصر الأموي حد هذه الشجيرات والمباني وإنما تعداه لتصوير حيوانات كالأسود والغزلان وحتى الإنسان كما هو الحال في قصر الخليفة هشام بن عبد الملك الذي توج خليفة في سنة 724 ميلادية فهذا القصر موجود في خربة المفجر قرب مدينة أريحة بفلسطين وقد اكتشف موقع هذا القصر سنة 1873 ميلادية وقد أشرف على عملية تنقيب عالم الأطار الفلسطيني ديمتري برماكي وذلك ما بين سنة 1934 إلى 1948 وفي سنة 1959 نشر عالم الأطار البريطاني روبرت ديبليو هاملتون نتائج هذا التنقيب فمن بين القطع الأترية التي وجدت في هذا الموقع تمتالان تماتيل للخليفة نفسه يتوسط تمتالين لامرأتين عارية الصدور وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن فن الرسم والنحت كان موجودا ومزدهرا في الفترة التاريخية المبكرة للإسلام لا حرمة فيه بعكس ما يعتقد علماء الإسلام في العصور الإسلامية المتأخرة والتي أتت بعد هذا العصر يوجد كذلك تجزيم لنجمة داود أو ما يسميه علماء الإسلام بخاتم سليمان في هذا القصر مما جعل الأستاذ الفنان أو صديق الفنان تشكيلي المغربي فوزي صابر يتأمل التمتالين للمرأتين العاريتين الصدر ويستنتج أنهن يشيرنا إلى قصة المرأتين المتخاصمتين على رضيع أمام الملك سليمان بن داود في صفر الملوك الأول الأصحاح ثلاثة العدد من 16 إلى 27 وتمتال الخليفة يشير للملك سليمان نفسه ليتوسط المرأتين التي يظهر عليهم علامات الإنجاب الحديث ويقف أي الملك سليمان على أسدين كرمز لعرشه في صفر الملوك الأول الأصحاح 10 الآية 19 وهذه النظرية عززها الأستاذ فوزي بصور جدرانية أخرى للخليفة الوليد بن اليسيد هذه المرة الذي توجه سنة 743 هذه الصور على جدران قصر عميرة وذلك بالأردن والذي اكتشفه النمساوي لويس موزيل سنة 1897 وعلى هذه الجداريات يوجد تشخيص لزيارة الملك بالقيس للملك سليمان وقصة البركة الخداعة والخادعة وصور أخرى تمثل النبي يونس وشجرة اليقطين كما جاء في صورة الصافات الآية 146 وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ومواضيع أخرى تطرق لها الأستاذ فوزي تؤكد نظريته على تشبع الفكر الأموي بالتقافة والقصص اليهودية إلا أن هذه الدراسة لا زالت في بدايتها ولم يتم الحسم فيها بعد من طلب طبعا المتخصصين في الفترة المبكرة للإسلام وعندما ندقق في عملات الخليفة أو الخلافة الأموية وخاصة قبل عهد الوليد بن عبد الملك نجد وجود صور للخليفة الأموي وصور لحيوانات كالسمكة والأسد والعقرب والفرس وغيرها والغريب أن هذه العملات تحمل رموز دينية كالصلبان في يد الحاكم العربي أو النار المقدسة للزرادشية أو المينورة اليهودية بخمس شموع وعندما سألت الأستاذ فولكر بوب أحد الأخصائيين الألمان بمعهد إنارة في العملات العربية القديمة أجاب هي إشارة لأصفار موسى الخمس وهي صفر التكوين والخروج واللاويين والعدد والتتنية من هنا يظهر ارتباط القوي بين الخلفاء الأمويين والعقيدة المسيحية اليهودية وبالخصوص ونلاحظ بوضوح استخدام الخليفة عبد الملك بن مروان عمود الآلام ستاوروس لتقديم ولاية العهد لابنه الوليد على فلس يعود لذلك العصر كما جرت العادة عند أباطرة البزنطيين في تولية العهد لأبنائهم على عملة خاصة بهذا الأمر لكن يتوسط الأمبراطور وولي عهده صليب وليس عمود كما نجده في بعض العملات الأموية فالعمود الآلام ستاوروس هو صليب بدون الجزء العلوي وهذا ما يعتقد به بعض الهرطقات النصرانية أن المسيح صلب ويداه مجموعتان فوق رأسه ملاحظة عامة فإلى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان لا زالت الصلبان وعمود الآلام تضرب على العملات العربية الأساسية الإسلامية أي بعد مرور أكثر من سبعين سنة على انتصار العرب المسلمين على الروم البزنطيين فكيف يمكن تفسير ذلك في ضل هيمنة الإسلام والمسلمين على الأراضي المفتوحة هناك من يقول أن هؤلاء الخلفاء كانوا براغماتيين يستفيدون من تواجد عقائد مختلفة فيسيسونها للنجاح في قيادة الدولة ولكن ما وصلنا من أخبار عما تسمى الفتوحات الإسلامية تفيد العكس تماما فكانوا حكاما صارمين لا يخافون لوم تلائم وكانوا مدافعين على رايات الإسلام بكل قوة وموسعين لرقعته فكيف يمكن تفسير هذا التناقض هل الخلفاء الأمويين كانوا مسلمين بالمعنى الذي نفهمه الآن هل هناك من أدلة علمية تظهر حقيقة هذا الأمر للرد على هذا السؤال ترقبوا الحلقة القادمة من هذا البرنامج وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر